السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذه الحصة حصة التطبيقات الكتابية طبعا المرجع هو مرشدي في اللغة العربية القسم خالفة إذن عندنا العنوان كما ترون أيها الطفل العزيز حقوقك وحقوق كل إنسان هي الحرية والعدل والكرامة والأخوة الإنسانية إنك ولدت حرا وجميع الناس ولدوا أحرارا ومتساوين في الحقوق والكرامة وليت الناس جميعا يتعاملون فيما بينهم بروح التعاون والإخاء جميع الناس لهم حق التمتع بالحقوق والحريات وإن كانوا لا يتكلمون لغتك وإن كانوا لا يفكرون مثلك وإن كانوا أفقر منك من وطن غير وطنك لك الحق في الحياة وفي أن تعيش حرا آمنا مطمئنا لك الحق في التعلم ولك الحق في الحفاظ على ما تملك ولا يجوز لأحد أن ينزعه منك فكني بنا من شئت واكتسبوا نعم أدب واحترم الآخرين نعم نبدأ الإجابة للأسئلة أسرح ما يأتي الأخوة الإنسانية آمنا يحترم نعم بالنسبة للأخوة الإنسانية وهي العلاقة بالأفراد التي قوامها الاحترام والإحسان والرحمة نعم هذه الأخوة الإنسانية أن تكون هناك احترام وإحسان ورحمة فيما بين الناس آمنا آمنا مطمئنا لي من الأمن لي من الهدوء السكينة احترم يعني احترم الآخرين أي أحسن المعاملة وأقدر الآخرين وأقدر الآخرين نعم أركب كل كلمة مما يأتي في جمالة مفيدة الحرية الحقوق مطمئنا الحرية الحقوق مطمئنا نعم بالنسبة الحرية يضمن القانون المغربي الحرية في التنقل داخل التراب الوطني يضمن القانون المغربي الحرية في التنقل داخل التراب الوطني أو من بين قواعد ميتا قسمنا الحرية في التعبير عن الرأي الحرية في التعبير عن الرأي بالنسبة الحقوق للأطفال مجموعة من الحقوق والواجبات إذن جملة جملة فيها الحقوق للأطفال مجموعة من الحقوق والواجبات باسم كلمة مطمئن المؤمن مطمئن في حياته المؤمن مطمئن في حياته هذه الجملة أولا التعايش رغم اختلاف الألوان والأجناس والمعتقدات يجعل الفرد يعيش مطمئنا يجعل الفرد يعيش مطمئنا مطمئنا يجعل الفردة يعيش مطمئنا نعم هنا استخرج من نص حقوق الانسان المذكورة ها هي حقوق الانسان الحرية العدل الكرامة والاخوة الانسانية اعيد ها هي عندنا الحرية العدل الكرامة والاخوة الانسانية بالنسبة هنا قال لك اشترح هذه العبارة كن ابن من شئت واحترم الآخرين يعني مهما كان نسبك مهما كان انتماؤك سواء الى اسرة غنية او فقيرة اكتسب ادبا يعني تحلى بالاخلاق الحميدة خالق الناس بخلقهم حسن نعم سنرى هنا هنا مهما كان اولا رابعا مهما كان انتماؤك سواء اسرة فقيرة او غنية المهم ان تتسب ادما ان تتحلى باخلاق حسنة يعني ان تتصف باخلاق حميدة نعم بالنسبة السؤال لماذا يجب ان يعيش كل الناس احرارا لانهم متساوون طبعا الناس متساوونة في الحقوق طبعا متساوونة في الحقوق نعم ها هي الناس متساوونة لا فرق بينهم ولكل فرض حقوق طبعا وواجبات بالنسبة للشكل طبعا اتمنى تكون الصورة واضحة هذه هيا انا حقوقك وحقوق كل انسان هي الحرية والعدل والكرامة والاخوة الانسانية نعم انك ولدت حرا وجميع الناس ولدوا احرارا ومتساوينة في الحقوق والكرامة وليت الناس جميعا يتعاملون فيما بينهم بروح التعاون والاخاء هذا بالنسبة طبعا للشكل نعود الى الاسئلة المولية نعم هنا اطلب منا اصرف الفعل ملكة يملكه حسب ما يأته ملكة يملكه في الماضي والمضارع والامر اذا طبعا انت في الماضي ملكتي وانت ملكت سنرى الاجابة ها هي هنا عدنا انت ملكتي نحن ملكنا انتما ملكتما ماضي انتن ملكتن هم ملكوا هذا الالف دي الجماعة المضارع انت تملكينا نحن نملكو انتما تملكان انتن تملكنا هم يملكونا اما بالنسبة للامر انت املكي انت املك انتما املكا انتن املكنا انتم املكو نعم سنرى اذا بالان طلبوا مننا احولوا حسب المطلوب الطفل مدى يد المساعدة الى الصديق نعم الفعل مدى وهو فعل صحيح مضعف ليلة مدت يد المساعدة الى الصديق وخالد واحمد يعني هما مدى يد المساعدة الى الصديق وهنا البنات مددنا مددنا يد المساعدة الى الصديق الاولاد يعني هم الاولاد هم مدوا يد المساعدة الى الصديق الاولاد يعني هم مدوا يد المساعدة الى الصديق نعم اصرف الفعل اكلوا يأكلوا حسب الجدول الاتي طبعا في الماضي انتي في الماضي اكلتي نحن اكلنا انتما اكلتما انتن نعم في المضارع أنت تأكلين نحن نأكل أنتما تأكلان أنتنا تأكلنا هم أكلوا أنت في الأمر أنت كلي وأنت كل أنتما طبعا أنتنا كلنا وأنتم كلوا سنرى طبعا الإجابة لدينا هنا ها هي أنت أكلت نحن أكلنا أنتما أكلتما أنتنا أكلتنا هم أكلوا طبعا في المضارع أنت تأكلين نحن نأكلوا أنتما تأكلان أنتنا تأكلنا هم يأكلون فالأمر أنت كلي أن تأكل أنتما أكله أنتنا كلنا أنتم أكلوا هنا طلبوا مننا نكبروا الصورة أدخل أحد نواسخ الحرفية إنه أخوته على كل جملة مما يأتي مع الشكل طبعا أخوت إنا لكن ليت لعلا كأن الطفل له حق الرعاية إن الطفل إن الطفل اسمها منصوب إن الطفل له حق الرعاية له حق الرعاية حقه الخبر يكون مرفوع وإن طفل اسمها منصوب هنا كأن الأستاذ رسول كأن الأستاذ اسمها منصوب رسول خبر ومرفوع عرفت أن حقوق الإنسان ضرورية ضرورية نعم عرفت أن حرف نصب التركيد حقوق اسمها الإنسان مدفع إليه ضرورية خبر مرفوع الحياة تدوم ليت الحياة تدوم ليت طبعا حرف نصب وتمانين الحياة اسمها منصوب تدوم طبعا هنا جملة فعلي الخبر مهم الحياة منصوبة هنا اسمها سنرى طبعا إجابتنا ها هما ها هي مثلا إن الطفل له حق الرعاية إنه مش أنه ثم كأن الأستاذ رسول لعل الغائب يعود لعل هذا الترجي الغائب اسمها منصوب وهنا الخبر يعود جملة فعليه عرفت أن حقوق الإنسان ضرورية لأن حرف نصب التركيد حقوق اسمها منصوب ضرورية هو الخبر ليت الحياة تدوم ليت الحياة تدوم ليت حرف نصب وتمانين الحياة اسمها تدوم هنا الخبر جملة فعليه سنمر سنمر إلى السؤال الموالي قلونا أنجيزوا تطلب الجدول جملة إنه أو إحدى أخواتها اسمها خبره نوع الخبر درسنا أن الخبر قد يأتي جملة فعليه قد يأتي جملة إسمية قد يأتي شيء بجملة من الجاري والجرور قد يأتي شيء بجملة من الظرف والمضاف ومضاف إليه وقد يأتي مفردا إذا عدنا خمس حالات لعلا المطر يسقط لعلا المطر يسقط لعلا المطر يسقط من أخوات طبعا هي أخوات إحدى أخوات إنه المطر اسمها يسقط خبرها وهنا الخبر جاء جملة فعليا لكن الوردة في المزهريات لكن هو ناسخ الحرفي الوردة اسمها في المزهريات الخبر هو هذا في المزهريات جاء شيء بجملة من الجاري شيء بجملة من الجاري والمجروري هنا إن الطفل رعايته واجبة إنه الناصخ طفل اسمه ها رعايته واجب الخبر رعايته واجبة أي رعاية الطفل واجبة فهنا جاء الخبر جملة إسمية جاء جملة إسمية أخبرتك أن الكتاب فوق الطاولات أنه ناصخ الحرفي الكتابة اسمها فوق الطاولة خبر هنا الخبر جاء شيء بالجملة من الظرفي والمضافي والمضافي إليه ها هي جاء شيء بالجملة من الظرفي والمضافي والمضافي إليه هنا ليت الطفولة تعود يوما ليت الطفولة تعود يوما ليت هو الناصخ الحرفي طفولة اسمها تعود يوما هو الخبر الخبر هنا جاء جملة فعلية نلاحظ أن الجمل هذه كلها لم يرد خبر وهو مفرد أعربوا إن الطفل رعايته واجبة إن حرف نصب وتوكيد أو نازق حرفي طفل اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة الآخر رعايته رعايته مبتدأ مرفوع بالدم الظاهرة الآخر أعيد رعايته مبتدأ مرفوع بالدم الظاهرة الآخر وهو مضاف هذي كلها دامير متصل مبني في محل جري مضاف له أو نقول الهاء مضاف إليه باختصار أما الإعراب التام دامير متصل مبني على الضم في محل جري مضاف إليه واجبة خبر مرفوع خبر دي الرعاية خبر مرفوع بالدم الظاهرة والجملات الإسمية في محل رفع خبر إن نعم من رؤية الإملاء أكون ثلاث جمل مفيدة تكون فيها كل منها ابن محدوفة الألف محدوفة الألف نعم خالد بن الوليد بطال من الأبطال مثلا نعم عمر بن عبد العزيز اشتهر بعدله اشتهر عمر بن عبد العزيز بعدله إذن تكون بين عالمين تكون ابنه بين عالمين نحذف الألف نحذف الألف يتيب ثلاث جمل مفيدة تكون في كل منها ابنه مثبتة ابنه بن عمر رجل طيب أو ابنه علي رجل صادق سلمته على ابني عمي سلمته مهم ما يكونش بين العالمين فكيكون الألف يعني لم تحدث وضيحه سبب كتابة أو حذف ألف ابنه فيما يتيه عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب فهذا أتى بين اسمين العالمين طبعا نحذفه الآلف ثم ابن مسعود فقط عد ناعر على موحده الضروري من كتابة الألف ابن عباس هي الأخرة بحالة بحالة ابن مسعود عمر بن العاص فهذا أتى بين عالمين فطبعا يتم حذف الألف ابن عمر طبعا لم يأتي بين عالمين لم تحدث طبعا الألف أتمنى أن تكون قد استفدتم والله وليتوفيق